موضوع الاحتفال بذكرى الميلاد أو بذكرى الزواج تخيل الآن رجل مع زوجته الآن بالتقاريد صارت عندنا والله الإمرأة إذا دخلت إلى البيت تجدها جالسة ناسي شي اليوم أنت؟ لا والله مفاتيحي أخذتهم معي والتليفوني معي لا مناسي فكر منيح مناسي شي؟ لا والله مناسي يعني أعطيتك مصروف أم المعروح صحيح؟ أعطيتني مصروف الله يبارك فيك فكر شويك بالمرة مناسي شي؟ لا مناسي مناسي وبتقول بتحبني وتضرب بوز بسم الله ما شاء الله اليوم لا تذكر أنه ذكرى زواجنا ذكرى زواجنا ويقعد يضرب أخماس وكيف فنسى ذكرى زواج وأخماس في أسداف ويقعد يهكى الهم واركد تشوف مهم بتكديه بهدية وكيف فنسى لا أنا أساساً متذكر ولكن عملك يا مفاجئة وانزل بنص الليل فتش بالمحلات ومفي محل فاتح ومتكديه بهدية وكذا عشان عادي ورثناها من الغرب لتعظيم هذا اليوم أنه يوم فيه مناسبة يوم له أهمية عند المرأة أو أهمية عند الرجل وإن كان لا أصل له في الشرع تخيل طبعاً ولله المثل الأعلى على باب ضرب مثل من باب التقريب أن تكون هناك أيام يعظمها الله ويضاعف العجر فيها بل ويجعلها أعظم أيام الدنيا تمر على كثير من المسلمين كسحابة صيف لا يبالي بها تخيل النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أيام أن العمل الصالح فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله تشاهد من الجهاد وتمر على كثير من الناس ما يقرأ فيها صفحة واحدة هذه الأيام ستبدأ بعد عدة أيام ندخل في أفضل أيام الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الله أكبر نعيد قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فستشهد يعني شوف أدي فضل الأعمال فضل هذه الأيام ويغفل عنها كثير من المسلمين ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله أيام خاصة لله غير أيام السنة أيام إلى ميزي أيام بتيجي كالصاعق الكهربائي على قلب الإنسان كيف الإنسان اللي بكون عادي عادي يحتضر أو إنسان خلص فات بغيبوبة وهذا المؤشر تاع القلب اللي حاب يطلع وينزل بدأ يخيف وحييعطي الخط حاب يموت فجأة بيجي الصاعب ماذا؟ متأخذ نفس من رمضان لهلا كان ختمة لكتاب الله قد غتبت بالنسبة لقيام اللي اللي أنت كنت ناوي أنك تضلك عليه بعد رمضان تبقى وتثبت عليه وين صار؟ بالنسبة للطعم اللذيذ اللي أنت حسد فيه بأطعام الفقراء برمضان وفي الصداقات في رمضان وكنت حاب أنه بعد رمضان يستمر ما صار فيه؟ بعدك عب تحن على جارك وتعطيه من طعامك بعدك عب تحن على الفقير اللي قريد منك وتمتثل وبتخاط أنه تكون ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن باب مبات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلمه فحس الواحد بحس حاله أنه خلص قلبه حجر وصار بعيد عن الله وذلك كل فترة وفترة تيجي مواسم الطاعات ياللي هي نبضل على القلب خلص نفس عود للطاع يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارتعي إلى ربك أتت أفضل أيام الدنيا قال الله سبحانه وتعالى والفدو وليالي إن عشر قال غير واحد من السلف هي عشر ذي الحجة نتخلين عليها ولذلك في أعمال صالحة نحن نشوف الغفل عند كثير من الناس بترك هذه الأعمال الصالحة أولها الذكر ليذكر الله في أيام المعلومات قال العلماء هي عشر ذي الحجة ذلك أبو هرير رضي الله عنه ابن عمر في عشر ذي الحجة كانوا يسيرونها إلى الأسواق يكبرون فيكبروا الناس بتكبيرهم فترتج المدينة بالتكبير مايش بها العشر أيام هل أنت شوف واحد والله ماشي بالطريقة مايش عبد الله الله أكبر الله مايش بها هذا؟ ليه؟ يجهر الرجال وتسر النساء ما تعودنا على هذه الشعيرة في هذه الأيام العشر لا والله واحد هنا راح كبره والثاني راح كبره وانا عم بكبره أمام الناس الناس هتسأل لعم بكبره والله فيها هالأيام أحب الأعمال إلى الله التكبير والذكر والتسبيح والجهر بذلك جهر مطلق لا يغتص فقط بعد الصلوات لا أنت والشغل أنت وفران حداد أنت تعطيش الله أكبر الله أكبر عشر أيام وكل ما تكبر تكبيره في ميزان حسناتك بإذن الله كل ما تسبح تسبيحك لتسبيحة واحدة في الميزان أثقل عند الله من جبال الدنيا ذهبا تنفقها في سبيل الله تربيحة واحدة أغلق أغلق حسنا نغفل الصيام هذه الأية العشرة أيام حقاتك برأسك أنت تكتسوم والله في بعض الأخو من بعد رمضان إلى هلا حتى ست شوال ما صموهن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله ما كان يدع صيام هذه العشرة أو التسع بالأحر عشان اليوم العشرة يكون يوم العيد وقد نهينا أن نصوم يوم العيد التسعة أيام يحافظ على صيامها بحطاته برأسك أنت جاء تصوم والآن الصيام أسهل من رمضان كوقت قبل رمضان كان يقفت تلت ساعة من الفجر والآن الثلاث ساعة من المغرب حطيته برأسك أنه أنت تصوم ولا بلاش من هذا والله ما بقدر أعصيهم يا أخوان الجهاد وانه الصبر وانه الثبات وانه تضمئ نفسك هلا وتعتش هلا عشان في يوم يقدره خمسين ألف سنة هتوقف تحت حرارة الشمس فرب العالمين يجد بيك من بين خلقه ويظلك تحت ظلك تحت ظله يوم لا ظله إلا ظله ويدخلك من باب الريان شوف الريان يعني الارتواء كل الناس عطشانين ولكن انت عشان انك عطشت بالدنيا وهنا كان يشرب يا عمريك نشف بس يقول هنا حين نشف يوم القيامس انت حتكون لا وضعت غير انت عطشت بالدنيا والجزاء من جلس العمل انت ريان يقول لكم شبعان اذا انتفخ من الاكل خلص اكل حتى شبعه ريان شرب حتى ارتواء خلص بالمرض واحد شربك اول كباية ثاني كباية ثاني كباية خمس كباية خوض ماينال ياخي ارتويت باب اسمه الريان اذا ترى اليوم الشمس ليس على البعض مقدار ميل قيل الميل الذي يكتحل به هادي شايف المحطة هادي الميل تخيل الشمس فوقك هكا تعمل تجربة خفيفية هي من انواع الراحة جربت خلق على غرفة صونة ادافك تتحمل مثلا وزيد الحرارة شوي اولا ما ترى اللهم اجرنا من ناري جهنم فتشوه شوي افحنتين محطتين حدك طيب جاه اليوم وهالاحمال تضاعف فيها الاحمال والفجر وليال عشر قيل هذه الايام العشر افضل عند الله من العشر الاخير من رمضان كل يوم بهذه الايام افضل من اي يوم من ايام السنة وحطت براسك ان تتقرب الى الله بهذه الايام هذا هو السؤال تذكير بايام الله بامور اربع بقراءة القرآن الاولا وكان كثير من السلف يختم ختمه بايام العشر دي الحجة ختمة كل يوم تلع العزاب يختم معك ساعة 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 ونص ساعة ونص لله اخر نصف ساعة نصف ساعة ساعة تخلص هذه الايام العشر او التسع ان شئ تزيد على حالك شوي تخلص ختم القرآن ثانيا بذكر الله جهرا حيث ما كنت ثالثا بالصيام لا تقطع الصيام في هذه الايام صلها تزعة ايام تصوم فيها لله سبحانه وتعالى رابعا بالصدقات اجعل لنفسك كل يوم صدقة دولا على اقل تقدير طبعا ومن فتح الله عليه وكان ذا نفس كريمة جوادة انا رب العالمين اكرمنا اعمل انا عشرة دولار من هو لكله بس لا انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى وازيد كل يوم عندي خمس دولار كل يوم عشرة دولار كل يوم عشرين دولار في سبيل الله انا اتبرع مئة دولار بقسمها كل يوم خمس دولار لحتى اصيب الصدقات في كل هذه الايام فهكذا حتى اذكر اهل بيتك يعني فتحة والله على البيت اقول له مرتك ما عم شفت كامشة مصحف كلكم رائع وكلكم مسمون على رائعية اولادك اخر مرة كامشة مصحف وعاد يقرأ وانت امت انتم من يوم قيامه والله بس يغلط ان نتقرأ المال فقط تربية ابدان وليس تربية لا يطلق عليها التربية زوجتك وولدك اخي اهدناو اياه دعونا نقرأ جزء سويا انا اقرأ صفحة وترجع انت تقرأ صفحة وانت تقرأ صفحة لو انتهي الجزء بحلقة ومعطيبها ومعجبالها وهالاذ ما سيرب لولادتك انه لقدام يحترموك لقدام لما يقبراو صوت عليك لكي أنت فعلاً كنت إمام لألون مش كنت مجرد رجل عبو صرف لا أنت كنت قدام قدوة كنت قررت عين لألون لما يشوفك يقول أنا لما أكبر دا كومة الوالدة لكي أنه عب يخاف رب العالمين عب يقف فينا إمام بالبيت عب يقرأ قرآن معنا وعب يقولنا هذا حلال وهذا حرام وعب يقولنا اتق الله اللي حيمنعه من العقوق لألون موضوع أنه هل يتتق الله ولا ما يتتق الله أقول قولي هذا واستغفروا الله لكم فيفوز المستغفرين استغفروا الله